الانتخابات الرئاسية ما بين محليتها وما بين ما يحدث في الاقليم من صراعات ما بقتش صراعة واحد خلينا نقول ان ازمة غزة اكيد القت بزلالها كثيرا على الانتخابات الرئاسية على مستوى الاهتمام خلتها متراجعة يعني المفروض ان يكون الانتخابات الرئاسية يعني احنا خلاص فضلنا مثلا بتاع 18 يوم والخارج ينتخل يبدأ الخارج فكان المفروض ان يكون الزخم اعلى لكن الانتخابات الرئاسية الاحداث غزة اثرت خلت الاهتمام المواطن المصري بالانتخابات الرئاسية رقم اثنين بعد غزة الفترة اللي فاتت وكمان قلقت بتفاصيلها على الانتخابات الرئاسية يعني الى حد ما غيرت اولويات الناس الناس اللي كانت قبل سبع اكتوبر مهتمة بالشأن المحلي بشكل كبير بقت مهتمة بالشأن الخارجي الناس اللي مش عايزة اقول يعني كان عندهم في حاجة موجودة على الارض احنا ما منحسش بالحاجة اللي ممكن ما مفتقدها فالناس حسوا قد ايه ان احنا الحمد لله ربنا حمينا بالامان الحمد لله ان ربنا حبانا بجيش قوي برئيس متزن ولديه رؤية فكل ده اثر على حتى المواطن نفسه مش عايزة اقول افكاره اتغيرت لكن اهتماماته اتغيرت اولوياتهم اللي بيشوف في المنطقة خلاه يضغير يعني لو حد عمل استطلاع رأيه قبل سبع اكتوبر عن اهتمامات المواطن المصري هيلاقي الحاجة المعيشية او الحالة المعيشية كانت رقم واحد طبعا وده امر طبيعي ما حدش يقدر ينفي او يهتم بي اه لو عملتها بقى من اول تمانية اكتوبر لحد النهاردة هيلاقي فكرة الاستقرار فكرة الامن فكرة الجيش القوي فكرة الانجازات اللي حصلت وممكن الناس ما كانتش طبعا اكيد الناس كانت حاسة بيها ومقدراها طبس احيانا الناس في التعب اليوم بتنسى لكن اضطرت الناس تتذكرها خليني اتذكر ان انا كاتب مقال في ممكن في في 16 او 17 كان الجيش بيفرغ المكان اللي على الحدود مع فلسطين وبعض الناس هجمت هذا الامر وانا حتى ساعدت اكاتب المقال اسم سكوت النغبة على الحدود يعني الحدود لانهم ما وصفوا ان ما يحدث من تفريغ المنطقة للحدود حوالي خمسة كيلو عشان يهد الانفاق وانا يعني يبقى في سكان ملتصكين بمنطقة ملتهبة زي غزة فالناس هجموا القرار طبعا دي كانت رؤية الرئيس عفتاح السيسي لانه فاولا الجيش هو الامين على اهل السينة هو اقدر واحد بيارب تتعامل معاه طبعا فلما يجي قلهم تعالوا يا جماعة من المساكن دي هنوديكم مساكن تانية فهو اكيد مراضيهم واكيد هم يعني اي واحد طبعا بيسيب بيته بيبقى متدايق لكن لما بيكون ما بيبقاش متدايق لما بيعرف ان ده المصلحة عامة بيقل ديكم عشان برضو اكسر دقة مش 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 هتلاشى لكن هي بقى هيقل ديكم لكن طبعا لو حد بيسيب بيته عشان يعني استثمارات او حية ممكن يبقى متدايق لكن اللي بيسيبها لقاء للامن القومي طبعا اكيد مش هيبقى متدايق بنفس الدرجة